يا مساء الانوار وحلقة جدا مع حلقاتك بتاع نوم احمد سين عندي مباراة النادي الاهلي وما بيه النادي يسموحها مباراة انت عايب فوز النادي الاهلي بربعية مقابل هدف النادي الاهلي النهاردة تيكي تاك تيكي تاكي النهاردة كانت بتتلعب من المدير الفاني للنادي الاهلي اللي هو عمل النهاردة اداء ويجيم تيك تيكي على اعلى مستوى بطريقته الجميلة تلاتة اربعة تلاتة وحشرح فاني النهاردة اتبقت ازاي بنسبت يعني مية في المية في ارض الملعب تلاتة اربعة تلاتة عمالة دايما كنت بطلع بانتقد ان دايما النادي الالف تلاتة اربعة تلاتة الثلاثة اللي ورا لازم يبقى لهم دور هجومي لازم يبقى في حالة الهجوم يبقى في ضغط عالي والخطوط تكون لها قريبة من بعد ما تخليش في جاب باللعيبة خط النص وبين التلاتة البكات لان التلاتة البكات دول بيزيدوا بيكملوا معك في الهجمة بالزات مساك ناحية نمين والمساك ناحية الشمال لكن انت في المشاكل اللي فاتح كلها كان في صغرات وكنا شوفنا مبرزوا المباراة المحلة التلاتة ده كان واقف ما كانش بيزيد في الناحية الهجومية بتاعلي هجومية كان شكلنا الى حد ما ما كانش حلو ايو في مباراة المحلة النهاردة تيجي تاكا اوروباية بتطلع من نظم من فارة نادي الاهلي وده الكلمة اللي انا اتكلمته وحللت لقلته في حالين المباراة النادي الاهلي اللي فاتت وقلت بيتسو موسيماني لما تقابل فرق فيها تكتلات دفاعية او انت هجوميا لما في حالة الهجوم وفي تكتلات دفاعية انت لازم يبقى عندك لعيبة موجودة اجناحة تقدم تفوق التكتلات الدفاعية دي زي حسين الشاحات زي احمد عبدالقادر نحن بتعمل الكلام ده اردى الصلاة زي انا بحيي احمد عبدالقادر او بلسيتاو او حسين الشاحات عملوا مباراة على اعلى مستوى كنو دايما عندما الجرأة الوجومية بيروحوا في موقف واحدة واحدة وبيعدوا ده اللي مطلوب ده اللي احنا عايزونه من يعني اطراف او اجناحة النادي الاهلي بحيي بيتسو موسيماني بحيي العب نادي الاهلي نظر بقين على الصدارة وفي كمة الاجابشة الليك بالعلامة الكاملة من الفوز في جميع المطارات اللي احنا لعبناها برصيد 18 نقطة مبروك للنادي الاهلي هتكلم على اه موقف بقى حصل نهاردة في مباراة نادي الزمالك ونادي سراميجا كلباطرة ده ما انفعش ان انا ما اتكلمش عليه ليه لقد لقطة البنات زلاشة دي حسين لان في ضرب الجزاء برضو لحسين الشحات حقارن بين موقف هنا وموقف هنا وعزين نسأل حاكم المباراة محمد معروف وعزين نشوف وقتها الحاكم محمد عالفي انتو كنتو فين من اللوطة الشهيرة دي تكملوا معي لغاية اخر الحلقة ماكو الكابتان واحمد سيد اسمش المشترك ينزم سبسكرايب واشترك في القناة ويفعل زر الجرس لعمل حاجة اللايقات وخليكوش نهاردة نتكلم على مباراة نادي الاهلي ونسموحها ونشوف ان هادا قصة بقى محمد معروف والحنافي في مباراة نادي الزمالك وسلميجا كلباطرة طيب في البداية كده خليكوش السخنين ونتكلم على الحالة التحكمية الشهيرة اللي موجودة في مباراة نادي الزمالك ومباراة سلميجا كلباطرة ايه اللي حصل وقتها نادي الزمالك من دقاط دموح السيف فى الدقيقة تسعين من مجريات اللقاة واحد وتسعين كان فيه حاجمة النادي سلميجا كلباطرة شهيد الحسين هو وطارق حامد احتكاك عادي ما بين الاتنين لطارق حامد شد الفانيلا يعنى فى الاول كان احتكاك عادي شدي كان بيشد وطارق حامد كان بيشد دخل جمماتات الجذاق من طارق حامد وقتها شهيد الحسين فقط توازنه ام جاة replaced حمزة المسلوسي مكمل عليه مجمده ومتكومه ومتكومه ومكوعه وموقعه على الارض. وطبعا الحكم محمد معروف هو الحكم الشغير اللي لقت بقى اللي نط فيها في احتفاله في السنة اللي فاتت في مباراته نادي الانتاج الحربي قال لك لأ مفيش اي حاجة فيها مفيش اي حاجة. وطبعا وقتاك كابتن محمد معروف كان قريب من اللعبة ولكن انا مش عارف كنت انت فين وقتاك وتبتعمل ايها كابتن محمد معروف? يا كابتن محمد ده فيه مدعاكة جوا مانتات الجزاء. خلالوه الحكم الفيديو يا كابتن حنفي. يا كابتن حنفي فيه ضرب الجزاء ايه هسري ميجا كلبطرة. وربو انه نايم اه. طب بلاش يمكن الاتنين مش سمعيننا نادهنا ده الواحده ونادهنا ده الواحده. طب خلاني عند عليهم من هما الاتنين يا كابتن معروف يا كابتن حنفي فيه جريمة قتل جومة التات الجزاء. وربو انه نايم اه. ولا حياتة لمنتو نادي لكابتن معروف بيرود ولا كابتن حنا في بيرود وبالتالي نادي سيراميكا كوروباترا يعني من وجهة ناظري بيفقد ضرب الجزاء وبيفقد بانتز مستحق لصالحه نادي الزمالك بيستفيد من خطع تحكيمي النهاردة وبيفوز بفوز تحكيمي النهاردة أنا من وجهة ناظري زي ما قلت الكلام ده قلته مثلا اللي فاتت ويتفرج عليه وعرفني أنا قلت الكلام ده مثلا اللي فات الناس في الاتحاد الكورة المصري وزي ما سقولين عن حقوق الرعاية في مصر بالنسبة للاتحاد الكورة هاقلون ما زي ما بكون فيه ساسبينس والكلام ده أنا قلته كتير ساسبينس ازاي ما يخنفعش النادي لأهل النهاردة يبقى متصدر بطولة الدوري فارع عشرين وثلاثين نقطة هنا روح بقى هجته حلوة الدوري المصري فلازم يبقى فيه منافس هيبقى فيه منافس ازاي زباطو الزمالك يعني زباطو الزمالك هو عرب المنافسين دخل بيرميز دلوقات شوية برضو زباطو بيرميز عايزين يبقى فيه منافس الناديين اتنين تلتة موجودين في الدوري اتحدى 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 لو لقينا فرقة على مستوى العالم اخر مسلا تلاتين مباراة اخر مسلا خمسة تلاتين مباراة حسب لها زالت حسبت نادي الزمالك اي حاجة جوه منطقة الجزاء لو هف يعني او شعر او لمسة او اي حاجة بتحكم سفر ليه مش فاهم ليه مش عارف النهاردة حسين الشحات في دربة الجزاء الشهيرة قبل من الكلمة البورل الراجل يعني معمول منه يعني عصير مانجا جوا منطقة الجزاء يعني تصبه كده وتشربه النهاردة النجيلة طلعت من قلب الملعب جاء النهاردة الحاكم راجع لها بقى لها للفور قال لك لا اصل الكابتن بتاع سموحة حمود عزة يعني دخل رجلين ما بين رجلين حسين الشحات وقام سابق الكرة ولعبة بسن الجزمة طب وحضرتك يعني التكملة بقى طب التكملة بتاعت محمود عزة فرجل عسين الشحات كومه كوعه في ارض الملعب يعني دكرة ايه ده له مقص من وره لا 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 مش موهم اما حاجة ان هو يعني اخد الكرة طب والتكملة لا مانيش دعو بالتكملة مانفاش اي حاجة. فالنهاردة دي بقى لو في نادي الزمالك دي من وجهة نظر محمود عزة ده كان بناديس محمود عزة ده كان اخطر دلنهاردة. انا بحس بكده بحس ان انتو اي حاجة لنادي الزمالك كالتحكيم. مصر نادي الزمالك يعني ما انا ما بعيبش نادي الزمالك. دي حاجة هو اخطاق تحكمية وبيستفيد بيها. انت يعني دي كلها اخطاق تحكمية وبيستفيد بيها. لكن انا بحس ان الاخطاق يعني فيها تعمد. انا ده احساس وصيلي ووصل لكل الجماهير. كلنا حاسيني ان فيه تعمد في اتحاد الكرة المصري انه هو يعمل كده. ويزبط نادي الزمالك. كرات تحكمية غريبة. ببانالتس غريبة. بحاجات عليه مبتتحسبش. طب ليه مش عارف زي ما انا قلت عشان يبقى فيه موجود في بطولة الدورة المصرية. بس قلنا نبقى تتكلم في مبورات نادي القالية نارضة وما بين نادي سموحة نادي القالية نارضة تلاتة اربعة تلاتة بيتس ومسمعني المدير الفن نادي القالية لأرى محمد شهرون في حراس المرمى وقدامه ثلاثة خطة الدفاع. كان بدر بانون وكان حمدي فتحي وكان ياسر ابراهيم. ناحية اليمين كان اكرم توفيق. ناحية شمال كان ايمن اشرة في غياب علي معلو اتنين في نص ملعب. لغياب عمر السلاية محمد مجدي افشا كان ثمانية وكان اليو جونج رقم ستة قدامه سلاسي امامي. مواجم مين النهاردة كان مواجم كان بلعب حسين الشحات مواجم كان بيرسي تاو. مواجم كان احمد عبدالادم. خلنا نتكلم على النادي الاهلي وهو في الحالة الهجومية اللي انا عز اشرح النادي الاهلي هجومية كان عامل ازاي النادي سموحة باربعة اتنين تلاتة واحد دايما كان بيقابل من نص ملعبه. النادي اللي قال لي هجومية كان عجبني الهجوم في تلاتة اربعة تلاتة تجانس وترابط ما بين الخطوط. والكلام اللي انا قلت عليه. السلاسي الامامي كان بيبقى زايد قوي عند بنطقة جزائق فارقة نادي سموحة سواء حسين الشحات او سواء احمد عبدالقدر كان بيساندو باكرايت اكرم توفيق او الباكليفت النادي كان ايمن اشرب. كان عجبني اول ان انا كان في تعليمات النادي محمد مكدي افشن انت ما تبقاش ثابت مع اليو جونج في نص ملعب. لا خلي اليو جونج هو اللي يبقى دفاعي. وانت خش كمان زيد والعب تحت راس الحربة اللي هو المهاجم بيرسيتاوي. يعني عشان يبقى موجودين جوه ككتلة وكسافة جوه منطقة الجزائق. وكذلك التلاتة سنترباكات. لا انت السلاتة سنترباكات ما يبقاش دورك واقف في منطقة نص ملعب. لا زيد وروح وكمل الهاجمة. بحيث ان انت تبقى مساند ناحية اليمين وتبقى زي باكرايت او شادو باكرايت حتا دي كبادر بانون او كذلك ناحية الشيمال ياسر ريم ان انت تبقى كباكليفت وتخلي بس سنترباك ما الساك واحد هو يبقى موجود وهو حمدي فاتحي. وكذلك قدامي يبقى اليو جونج يبقى صدادة للاتنين دول سواء الناحية دي او الناحية دي. وكذلك بيبقى طاير اكرم توفيق وايمن اشب بيبقى طايرين والاتنين اللي هما الوينجرايت ووينجرافت بيخشوا بكام مهاجمين. كنا مشوف اللقطة دي يعني كمية الكسافة الهجومية للنادي الاهلي ولا اجمل ورا اروع ولا احلى من كده. كنا بنشوف في الحالة الهجومية. للنادي الاهلي كان بيبقى فيه مهاجم كبيرسي تاو تحتيب بيبقى اللاعب احمد مجدي افشا وبيبقى موجود حسين الشحات وبيبقى موجود اللاعب احمد عبدالقادري بيبقى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اكرم توفيق ناحية اليمين خمسة بقى ادي ايمن اشب ناحية شمال بيبقى ستة. بيبقى موجود كبكريت في الحالة الهجومية اللي هو بكلم عليه بادر بانون النهاردة ادي سبعة. بس ابراهيم كلفت بقى ادي رقم تمانية. يبقى احنا كان بتتكلم في ثمان لعيبة في حالة هجومية لفيرت نادي الاهلي. بالفعل النادي الاهلي النهاردة كان بيلعب. الناردة تيكي تاكا اللاعبة كلها كانت قريبة وما بعد الخدوط كانت قريبة. بيجي بنا تزال النادي الاهلي الصالح بادر بانون ولكن بادر بانون بيضايحها. هنزلكم في الرابط من فوق حلقة انا عملتها من فترة قريبة. وقلت ليه لعبت النادي الاهلي بتضيع ضربات جزائق. هتنزلكم في رابط الهوق اتمنى ان انتم تتفرجوا عليها وتشوفوا وقتها ما بين لعيبة النادي الاهلي ونهائي كسقطر لعيبة الدورة الكاتر كان بتسدد ركلات الجزائق ازاي? وعيبت على الفيرت نادي الاهلي احنا ببنى نعبش نالعب الناتز وركلات الجزائق. بعدها النادي الاهلي بيحرز هدف عن طريق اي من اشرف من وزيادة هجومية ولا اجمل خلاص الدنيا بقى المبارة فتحت لفيرت نادي الاهلي برسيتها ولا اجمل ولا احلى هدف تاني. مبارات التشوتر اول لتنين سفر الشوت التاني. بكمل النادي الاهلي في الكورف والمستوى العالي والتيكي تاكة والشورت والنقل والتزديد من خارج مناطية الجزائق والزيادة الهجومية. عجبني السلاسة اول نهار دا الامامي بيرسيتاو حسين الشحات احمد عبد قدر اعايز السلاسة دا يكمل. انا عايز السلاسة دا يكمل المطش الجاي لفيرت النادي الاهلي في الدوري بعد البطولة العربية اخد الفرصة. عجبني برضو افشا وايلي ديونج? الكاميا رجبة. الدنيا مشي. حساسا انها حلوة هيجي منها. عمر صليا اجهد الفترة اللي فاتت كثير ممكن ان هو نريحه ومعندناش مشكلة نشوف الدنيا معنا الخطة دي هتزبط احنا مندور بس دلوقتي على افضل العناصر وافضل تشكيل في تلاتة اربعة تلاتة. الدنيا هتمشي معنا وهال افشا هيبقى احسن في الحتة دي من عمر الصلاة نجرب ونشوف ولا الصلاة هيبقى احسن. نجرب الكاميام بين افشا وديونج. السلاسة الامامة. افشا لما بيروح بيالعب وانجي ما كان عبر قادر ما بيقاداش عبر قادر ماشي بشكل كويس. ريف ولا توم ونفسة شديدة ما بينهم. كزيلا انك يحضي من حزارة الشيحات وجهت نوازري حجاز مكانه. وبدأ يخش ويبقى فورمة عالية. فالسلاة ده عجبني جدا جدا للنهار ده في فيريت نادي قال لي هدف تالت مميز وهدف تالت جميل قوي. الحسين الشاحات في ردة سريع على الهدف اللي جابه فيريت نادي يسموه عن طريق كناريا كناريا ليب حلو اشوال. بيلعب رجل الشمال لعيب دريبلينج وبيالعب بكرته حلوة. فيريت نادي سموه اعتقد لعيب ده حاجة في المستقبل لحافظ بس على مهارته وحافظ على نفسه لعيب مميز جدا جدا. وراه على زي ما قلت الحسين الشاحات بيرد بالهدف هدف تالت. وراه هدف رابع من مميز من محمد هيني النهار ده اللي راح واعتذر لجميل نادي القلي على الفسرة اللي فاتت ولهم معذروني وشاولوهم. والنهار ده يعني جميل قلي بتسقف له بتقول له احنا بس كنا بنعنفك وانا واحد من ناسك طب اطلب عنفه عشان يحسن ويتطور من مستويه. انا عايزك يا ابن اتطور من مستويات. شوف اكرم دفوق بيعمل ايه? الراجل جا في مطش اتنين تلاتة عمل ايه? في المركز ده. وانت بقالك خمس ست سنين بتلع في المركز ده. شوف هو عمل ايه وانت عملت ايه? بس وبتدي قارن نفسك وتطور من نفسك وحسن من نفسك. بس ده الجميل القالة هي اللي بتطلب طوله شوف نفسك وقارن نفسك ما بينك وبين اكرم توفيه. بس. في في الجرين تا في الحماس في الرجولة في الخشونة في الالتحمان في استغلاص الكورة في الكفرينج والتختير عكسية في الوفرلابات والزيادة الوجمية. قارن ما بين نفسك وقرأن ما بين اكرم توفيه. بس النادي الاهلي اعرض لك في نادي سموحا. مبروك النادي الاهلي. اربعة واحد لزهارة في النادي الاهلي. مبروك لايبن اتمانا الانتصار في الانتصارات ده عشان نخلص بطول التدور بدري بدري من نهاية الدور الاول. بس ده كان نهاية الحلقة ما يجوا الكابتان واحمد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته